تونس ينضم إلينا مراسلنا ويسام دعاسي ويسام أهلا بك معنا إذن مبادرة التعديل أو تغيير القانون الانتخابي في تونس تثير جدل ماذا يقول المعارضون نعم سونيا الواضح أن الحراك الاحتجاجي هنا في تونس بدأ يأخذ نسقا تصاعديا انصحاء التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد توقف في الحقيقة دام طويلا هذا الحراك سونيا بدأ بشكل فعلي وبشكل رسمي مع انتلاق الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات في الرابع عشر من الشهر الجاري وكانت هناك مظاهرة أولى شارك فيها الألاف من التونسيين وحملت رسائل وشعارات سياسية تنادي بحرية التعبير تنادي بالحرية للسجناء السياسيين وبعدم التدخل في القضاء من قبل السلطة التنفيذية تنادي كذلك بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومطابقة للمعايير المعمول بها على المستوى الدولي حتى يتم المشاركة في هذه الانتخابات ويكون هناك تنافس جدي بين المترشحين اليوم تونسونية تشهد مظاهرة هي الثانية كذلك من قبل الشبكة التونسية لدفاع عن الحقوق والحريات بذات المطالب وبذات الشعارات انسح التعبير حرية للسجناء وعدم التدخل في القضاء وكذلك للمطالبة بشكل أخص بعدم تمرير تعديلات دستورية قدمها أكثر من ثلاثين نائبا وتقضي هذه التعديلات بسحب البصات من المحكمة الإدارية في اختصاصها وفي صلاحيتها في مراقبة المصار الانتخابي وخاصة في النظر في النزاعات الانتخابية المتظاهرون يعتبرون أن تغيير قواعد اللعبة الانتخابية على بعد أمطار قليلة من هذا الموعد الانتخابي هو غير شرعي وغير دستوري وينصف هذه الانتخابات كذلك يعتبرون أن هذه الخطوة التي أقدم عليها النواب ربما هي استباق لقرار محتمل ومتوقع من المحكمة الإدارية في الطعن في شرعية ونتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة هنا في تونس لكن سونيا هناك لافت في هذه المظاهرة التي خرجت اليوم أولا هو التقاء العديد من الوجوه السياسية العديد من المنظمات والأحزاب السياسية تقريبا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والتي كانت في وقت قريب كانت تنخرها أو حالة ربما الخلافات السياسية بينها دون التقائها ودون تجمعها في مكان وحيد بغض النظر في أشارع أو في أماكن أخرى ثم اللافت كذلك هو أن هذه الشبكة الشبكة التونسية للحقوق والحريات وهي حديثة النشأة أسستها بعض الوجوه السياسية والمدنية أظهرت قدرة على التعبئة الشعبية والسياسية في أشارع تقريبا المظاهرة الأولى شارك فيها الألاف من التونسيين المظاهرة اليوم شارك فيها المئات كذلك وبالتالي أظهرت هناك قدرة على التعبئة الشعبية والسياسية في أشارع رفضا لما يحدث في تونس قبيل الانتخابات الرئاسية ثم ثالثا واللافت كذلك هو أن هذه الاحتجاجات ربما أخذت زخما كبيرا على خلاف ما تشهده تونس من غياب للحملات الدعائية والحملات السياسية قبيل هذه الانتخابات بالتالي الغاية من المظاهرة التي خرجت اليوم هو الدفع باتجاه انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع وتكون بمنافسة على قدر المساواة بين المترشحين خاصة أن هذه التعديلات الدستورية ربما يقول المتظاهرون هي بمثابة التدخل في السلطة التنفيذية ومحاولة الدفع ومرشح بعينه للفوز في هذه الانتخابات وكذلك ستشهد تونس يوم غد في البرلمان عرض لهذا القانون والبدأ في مناقشته وربما هذه المظاهرات هي تهدف إلى الإطاحة بمثل هذه التعديلات شكرا جزيلا لك ويسام دعاسي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من تونس اشتركوا في القناة